بيجوا وبيقولوا ان هما الحمدلله كويسين وكمان طلال بدأ يكون حالته احسن رحاب بيستغربة ازاي كلهم كويسين كده الخادمة اللي هي المسنة دي دخلت من ورا رحاب وفتحت الشباك وقفلت كمان البتجاز علشان خاطر محدش يموت علشان كده الاصابات خفيفة ما حصلش حاجة ورحاب كانت شكة ليه ما حصل لهمش حاجة جواد برضو لسه قاعد بيتكلم مع عليا وبيقول اكيد في حاجة امي عايزة تقول هالك وفي حاجة بنكو وانا مش هكرر الموضوع ده تاني ولازم افهمه اعرف ايه اللي بيحصل عليا قالت انها متعرفش السر اللي بين لمية وبين فاي بالزبط يعني متعرفش اي حاجة وانكرت معرفتها بدأ وفي مصر ان اكيد حد هو اللي حاول يعمل كده وعايزة تشتكي كمان للشرطة وكمان مرضي بتقول ان هي كمان حاسة ان مالك هو اللي عامل فيها كده علشان خاطر يعني شاهدت ضده لكن طبعا تامر قال لها ازاي يعني هو اصلا في السجن لاحق يعني يعمل كده فالكل مش عالف يعمل ايه لكن فيه متعقيد ان في حاجة ورا الموضوع وكمان جواد حاسس ان في حاجة بين لمية وبين فاي عايز يعني ان هو يعرفها بينما بس اللي بياخد البنات علشان خاطر يعودوا معاهم هناك يعني في بيتهم هيستقبل البنات عندهم وطبعا ورد كانت فرحانة جدا لكن عاليا بتقول ازاي تجيبوا البنات دول هنا احنا مش فتحينها لوكندا لكن بس اللي قال ان ده بيتي وانا حر ولازم اجيب البنات دول يعودوا معايا دول اهل مراتي مش هسيبهم في الشارع يعني وبيصر على ده منها بعد كده المفروض التامل كان واخد امه ومشين خلاص بعد موضوع المحكمة لكن جواد بييجي وبيقول ان هو عايز بيان تفضل هنا تفضل يعني موجودة معا لمية وان هي لازم تفضل معا الفترة الجادي وكمان جواد عايزها علشان عايز يزبت حاجة وعايز يعرف حقيقة واللي هتساعده في كده هي بيان وان هو بيطلب مساعدتها لمية متوترة وراحت لعاليا وبتقول لعاليا برضو على موضوع قتل سامير وقالت لا احنا ما قتلناش حد احنا ما جيبناش السلاح يعني وضربنا بيه لكن ردت وقالت احنا مش لازم نضربه لكن احنا برضو سبب في قتله وانا خايفة لو جواد عرف يحصل مشكلة كبيرة بيننا وانه هيحملني اكيد المسئولية دي اسناء كلامهم برضو تاني فيي بتسمعهم وبتعرف قد ايه ان هما الاتنين يعني ندلق جدا بعد كده نلاقي ان الخادمة بتروح لفي وفي بتطلب تتكلم معاها وبتقول لها ان هي عارفة موضوع ان الانفجار ده اكيد ورا حاجة فقالت لها انها ما تعرفش حاجة وكانت متوترة لكن ردت فيه وقالت ان هي عارفة ان عاليا هي تكون بنت رحاب وان هي عملت تحليل حمض نووي وتأكدت من كل ده وعرفت عن طريق الدي ايه قالت لها كمان انت شركتها في السر وانا لازم اعرف عنها كل حاجة ويريت ما تنكريش لكن كالعادة انكرت وقالت انها ما تعرفش وخرجت تجريب جواد قاعد على الفطار مع عاليا وبعد كده بيقولها ان هو لازم يمشي وطبعا بتتدائق جدا لانه بدأ ان هو يتغير معاها في نجلة تلاية عاليا لوحدها على الفطار قارت لها غريبا انك قاعدة بتفطري لوحدك صحيح لم يكنت بتعمل ايه هنا مباري شفتها وهي ماشية قارت لها بقولك انت مش كل مرة حتنزلي عشان تعودي معايا على الفطار تقولي لي كلام يعني وحش وتقولي لي على موضوع موت ابوكي وموضوع ضمير والكلام من ده قصي ياريت انك انت تبعد يعاني خالص وما تكيش دعوية تماما الفترة دي وبعد كده خرجت فيه هامة دايقة بينما باسل بيتعلم السباحة وكان معا الدكتور بتاعه وجواد شافه وسأل الدكتور ايه اللي بيحصل قاله ان باسل عايز يتعلم وطبعا تأكد جواد ان فعلا باسل سمع كل حاجة يعني الكلام اللي حصل بين جواد وبين فاي علشان كده عايز يكون واحد طبيعي وعايز يعيش كإنسان عادي فيه رحت علشان خاطر تزور قبر باباها وبتقولي ان هو اكيد مش هيكون راضي عن اللي هي بتعمله لكن غصب عنها هي عمل الده علشان خاطر تنتقم وانها اصلا ما كانتش عايزة تعمل كده وانها بقت انسانة تانية فيه بتشوف رحاب وبتقولي انت اكيد مرقباني وانت اللي حاولت تقتليني قبل كده في موضوع العربية ودلوقتي حاولت انك تعمليني الغاز وانا فاهمة انك انت اكيد عايز تقتليني قارت لها سيبيني في حيالي ومشي انا اصلا مش موجودة في الاصر وديك شايفة واضعي سيبيني اروح على بيتي لكن فيه قارت لها انا فهماكي وموضوعنا مش حينتهي وعارفها متأكدة كويس جدا انك انت اللي كنت عايزة تقتليني ومش حاسيبك في حالك لم يبتتكلم معها عالية وبتقولها ان فعلا جواد يعني مش حاسس بحاجة وان جواد جيتكلم معها عادي جدا وتكلم على موضوع بيان وقال لها خلي بيان عندك فترة وان المخاوف بتاعتها الحمدلله انتهت وانها دلوقتي خلاص مبسوطة ان جواد بيتعاون معها كويس وساعتها كانت طبعا يعني عالية سرحانة شوية لانها حاسة ان جواد بيدبر حاجة ولانه عارف اسرا ان في حاجة ويروح يتعامل عادي يعني معه لمية فاكيد يكون حاطت في دماغه حاجة ولازم يعرفها فخافت طبعا دكتور جواد بيكلم بيان وبقولها خلاص على اتفاقنا وبينهم خطة بيان هتدخل علشان خاطر جواد يعرف الحقيقة بتكلمه بتقوله خلاص هي دلوقتي حالا رايحة على الاصر بتاع عالية علشان تقابلها وبتروح بالفعل وبتقابلها وعالية طبعا بتستغرق وبتقولها ان هي جاية علشان خاطر تتكلم معها شوية بما انها سلفتها يعني طبعا عالية دي حكت قتلها سلفتي قلت لها ايوة مش انتي متجاوزة برضو ابن حماية قلت لها ايوة تمام خلاص وعادي نتكلم منها باسل مبسوط جدا ان هو تفوق في السباحة وان المدرب بتاعه مبسوط منه وبيقول للدكتور وجواد شافه وقال لي باسل ان انت اشتغلت كويس جدا يعني وضربت كويس وانا بهنيك قال له ايوة طبعا لازم اتضرب كويس ما انا دلوقتي خلاص حاكون انسان طبيعي مش حاود بس هلعب بازل يعني طبعا الكلام ده اللي كان قيله قبل كده جواد وبس اللي بيقول ان هو حيروه على طوله علشان خاطر يفاجئ امراته فيه في المشغل ويعملها مفاجئة يعني بينما بتروح بيان وبتتكلم مع عالية بخصوص موضوع جواد وبتقول لها ان هي سامعة جواد بيتكلم في التليفون مع حده بيقوله ان عالية مخبية حاجة وانه مش هيسكت غير لما يلاقي دليل على الحاجة دي ويثبت كمان الحقيقة وان هي علشان خافت عليها جات قلت لها وساعتها توطرت ودلقت القهوة وكانت متوترة جدا وبعد كده قلت لي بيان لو عرفت اي حاجة تاني عرفيني وراحت بيان وقالت الكلام ده لجواد وان عالية توطرت فعلا وقلت لها لو عرفت حاجة عرفيني بيان في التكسي وبتتكلم مع الدكتور جواد وبتقوله ان هي عملت كل حاجة زي ما قال لها بالضبط وان عالية توطرت ودلقت القهوة وقالت لها لو عرفت اي حاجة عرفيني جواد فعلا تأكد ان فيه حاجة بين التلاتة ولازم يتم كشفها لازم يعرف بيان بتروح لتامر في البيت وبتتفاجئ بوجود رفيف معاه وبتتصدم وبتزعق وبتقوله انت ازاي تعمل كده في البنت دي وهي عندها أهل لو أهلها عرفوا حيقتلوك ويعملوا معاك مشاكل لكن حاول تامر ان هو يهديها ويقولها ان هو متجوز رفيف وورها كمان وثقة الجواز وأكد لها ان هما في علاقة شرعية لكنهم كانوا مخبين عن الكل علشان بس خاطر يعني الظروف اللي كانوا فيها وطبعا يعني مكنتش مبسوطة قوي لكن قالت ان هي برضو فرحت لهم وقالت انا كمان منبسش فستان فرح ومعملتش فرح ورفيف قالت انا ما عملتش برضو لان احنا كنا مستعجلين ومحبناش حد يعرف موضوع ده يعني طبعا قالت لهم انتغلطتوا كتير لكن برضو انا معاكوا وان شاء الله قريب تعلنوا للناس انه انتوا فعلا متجوزة من لايه بعد كده عليا كانت عايزة شايل اعشاب بتاعها والخديمة الجديدة مش عارفة وبعد كده بتضطر الخديمة دي تكلم رحاب فعاليا بتعرف ان هي على علاقة برحاب بتاخد منها التليفون وبتقولها ايوه هي تصلت بك علشان تعرف بس موضوع الاعشاب وقارت لها رحابانيها مبسوطة جدا ان انا سمعت صوتها لكن هي رمت التليفون ومشت وطمنتها الست دي ان بنتها يعني بخير بيوصل بعد كده طلال ونادى من المستشفى وطلال بالدائق جدا ازاي يعني اكون مرمي في المستشفى واخواتك ما يزرونيش ابدا كده وبعد كده بيروحوا على جوه المفروض انهم حيعودوا في القصر فترة لحد يعني ما يتم طبعا يعني تجهيز الملحق بعد ما باز بالشكل ده تامر مبسوط جدا ان معايا في العربية امه ويه كمان مراته وبيقول امتى بقى نعلن جوازنا وطبعا رفيف بتقولنا هي دلوقتي قاعدين في القصر لحد ما يروحوا للملحق تاني وبعد كده حتقدر ان هي توضح لاخواتها بعد ما زروف صعبة دي تروح بعد كده بيوصلوا بيان عند المشغل بتاع في شغلها يعني وبيروح تامر علشان يوصل رفيف بيان بتتكلم مع جوات بتقول له متأكد خلاص اعمل الخطوة دي قال لها ايوة زي ما عملت ما عليها حتتعملي مع في انا عارف انك بتحب في وانك مش عايز تكذب عليها لكن معلش لازم تعملي كده قالت له انا طامنالك واسقة فيك انت اكيد مش هتضر حد انا عارفاك انسان كويس خلاص انا هعمل كده دخلت بعد كده بيان عشان تتكلم مع في وبتقول لها معلش اتأخرت عليكي كنت عزكي في موضوع اصلي انا مبالح سمعت لمية وعالية بيتكلموا مع بعض وكانوا بيتكلموا عنك كانوا بيدبوروا مصيبة على فكرة علشانك انا معرفتش طبعا اسمع الباقي علشان كان فيه يعني خدامة جاية لكن كانوا بيتكلموا عنك وان هم عايزين عميلوا مصيبة وكمان بيتكلموا عن جواد ان جواد برضو هيشوف الموضوع بالزبط ايه وحيعرف القصة كلها ومش حيسكت فطبعا اعقاد تفكر في الموضوع يطرق ايه اللي بيحصل ويطرق ايه اللي بيزبطوها على شاني تاني بعد كده فيه بتنزل ومتلاقي اخوتها كلهم قاعدين على الصفرة بترحب بيهم جدا طبعا في الاصر لكن علي رفضة تنزل تحت انها تعود مع الاولاد دول بنات الملحق يعني جواد بيجي من بره بيقعد معهم عادي بس بيحاول يقنع عليها تنزل لكنها مش موافقة ابدا تعود على الطاولة معاهم بتقولي بس الازاي حنقعد مع بعض على يعني صفرة واحدة لأ طبعا بس الالاعيب دول في بيتنا حاول ان هو يقنع عليها تنزل طالل بدأ ان هو ياكل لانه كان جعان وبتنزل بعد كده عليها هي اصلا مش طيقهم وبعد كده ورد كالعادة بتتساخف لانها بعد يعني معملت معملية وبعد ما فقدت الزاكرة بدأت تكون صريحة بزيادة فبتقول ان هي مش بزدق ابدا يعني فيجوزت من باسل وبقيت هي صاحبة البيت ده بتقول كمان لجواد انت مش لايق ابدا على عليها ولا انت يعني لايق لها خالص ولا هي لايق عليك حتى اختي برضو مش لايق الباسل على فكرة يعني انتم مختلفين تماما فلت تضحك وطبعا ما كانواش عارفين يعملوا ايه ونادم ما كانتش عارفة سكة ورد بسبب الكلام بتاعها ده وطبعا عليها ما كانتش راضي ابدا على الجلسة دي بتاعة بنات الملحة بينما بعد كده لم هي طبعا بدأي جدا بسبب موضوع مالك والمفروض كمان انها رفع قضية على البنت ورد بيان بتقول لها ان هي حاسة ان هي طبعا اكيد مش طيقاها بسبب اللي حصل في المحكمة لكن هي كانت جاعة لشان تتكلم معها بخصوص موضوع يخص عليها وفي نطبعا من ضمن الخطة بتاعة جواد قال لها برضو تروح للمية وتقول لها برضو توقع بينهم كده بتقول ان هي سمعت في وكمان علي قاعدين مع بعض بتكلمه وعليا كانت بتقول لفاي ان لم يا مرعوبة طبعا ما كانتش بصدقة في الاول لكن حست فعلا ان عليا خانتها وان عليا بتغدعها وان هي حطة ايديها في ايد في فاي فهمت يعني كده وصدقت كمان يعني وطبعا كانت مدائعة جدا بسبب كل ده وبتكره عليها وحتواجها دلوقتي حنشوف ايه اللي هيحصل بينهم بعد كده منشوف ان جواد بيجيله التليفون هو على الاكل وبعد كده بتبصله عالية طبعا كانت خايفة كمان فيه بتبص الكل طبعا متوتر لان جواد عمل حالة من التوتر بين التلاتة فالتلاتة متوترين جدا وطبعا لان جواد عايزكش في الحقيقة فبيعمل الحركات دي قدامهم وانشوف دلوقتي ازاي حيتم كشف الحقيقة عليا متوترة جدا وبيتكلم معها جواد وبتتصل لمية وبتقول ان هي حايفة ومرعوبة وبتقول لها كمان ان هي عايزة تتكلم معها بخصوص موضوع مهم كانت عايزة تواجهها يعني لكن علي قررت لها ان جنبي جواد والن باسل دلوقتي عنده كمان دكتور بتاعه ونتكلم بعدين قررت لها خلاص خلاص انا جاي لك الورشة جواد بعد كده بيستازن وبيمشي بينما بعد كده منلاقي ان الدكتور كان قاعد يتكلم مع باسل وبتنزل برضو المفروض انها جلسة يعني جماعية كده بتنزل عاليا وفي كمان علشان خاطر يحضروا الجلسة وكالعادة في وعاليا مش طاقين بعض وبيحصل بينهم بعض الكلام كده وبعض المناقشات قدام الدكتور قدام باسل جواد خلى تامر يجمع رفيف وورد علشان حيعملوا خطة صغيرة وبالفعل كانوا قاعدين مستنين وصول جواد بينما الدكتور بيقول لباسل لسه برضو بيضيقوك قال ايوة لسه بيتخنقوا هما الاتنين برضو زي ما بيتخنقوا الدكتور حاول ان هما يعني يكون معاهم وان هو كمان يتدخل في العلاج وبعد كده كالعادة يعني المفروض ان باسل بيقول ان عليا بتكره فيي جدا لكن ردت عليا وقالت ازاي اكرهها الكراهية دي يعني كلمة كبيرة قالت لا طبعا انت طبعا ازاي هتكرهيني ده حتى الكره دي كلمة كبيرة اصلا علي كتير علي يعني فيدلوا هما الاتنين يتخنقوا مع بعض كده كالعادة والدكتور قال لهم انتوا لازم انتوا الاتنين تقوموا تحضنوا بعض وتوجهوا بعض بكل حاجة وبس القعد هناك بيبص عليكم اعملوا ده كمان كانوا اشتاقين اصلا بعض بينما بيوصل دكتور جواد وبيقعد مع ورده رفيف وبيقدم لهم الشكر عشان جم وبيقول ان هو عايز يعمل معاهم حاجة كده بس الاول حيسألهم ايه اللي ممكن يكون بين في وعالية ولمية طبعا حاجة ورد اللي هي تعرفه وبعد كده رفيف قالت ممكن ان يكون بينهم بابا لان الفترة اللي فاتت ما كانوش مزبوطين خالص وحاسس ان فيه بتعمل بعض التصرفات الغريبة وكمان عالية وكمان لم يحسن بينهم تلاتة حاجة يعني بيتفق جواد ان هو يقول لاخواته يكلموا فيه ويقولوا لها ان هم عازمينها في المطعم ده مطعم معين علشان خاطر تروح وتستناهم هناك الدكتور بيكبر عالية وفيه ان هما يحضنوا بعض بيحضنوا بعضهم ومشتقين بعض خالص قال لهم كل واحدة فيكو تطلع ثلاث صفات وحشة في التانية طبعا كل واحدة ما صدقت وقالت على التانية يعني صفات كتير مغرورة ومتكبرة وفيه قالت عليها كمان انانية وزقتها طبعا ما كانوش يتقين بعض وتخنقوا تاني وفي الاخر ماكملوش الجلسة وسببوا الجلسة هما الاتنين ومشيوا وبس الاصلا سابهم ومشي لانه كان زهق جدا من كتر سطهم العالي ومن عصبيتهم الزايدة ومن خناتهم الزايدة بعد كده بنشوف ان بيحاول جواد دي ربط المواقف كلها ببعضها علشان كده عمل موضوع هيعملوا دلوقتي الموضوع هو انه بيكلم علي يعزمها على مطعم معين وفي نفس الوقت بيكلم لمية وبيعزمها على نفس المطعم وفي نفس الوقت برضو وردي بتتكلم هي ورفيف معها في وبيعزموها على المطعم ده بينما بعد كده بنلاقي ان لم يعلم ما بتشوف ويا معدية كده بالعربية بتاعتها ان بيان دخل المشغل بتاع في راح دوزاقت لها وقارت لها انت بتعمل ايه عندي كيالا بينا على البيت قارت لها انا مش خدمتك بس يعني ما عملش غير التنظيف والتعزيل في البيت انا بشتغل هنا بعرف اخيات كويس وانا عايزة انفع نفسي لمرة واحدة كلمت معه بمطه القوة وما كانتش ابدا مستوعبة ان هي دي بيان وبتتكلب بمطه القوة وان هي يعني بقت واحدة تانية خالص في قبلت لمية وهي خارجة من المشغل وقارت لها اكيد كنتي جاي تغدي بيان انا عرفت عنك كل حاجة وعلشان خاطر ما تتحياريش لان شكلك متوتر جدا والان انا عرفت اللي انت عملتي في ابويا وانت اللي قتلت ابويا انت وعليا وروحتي وريتولي الصور انا مش حاشفق عليك ابدا انت اللي قتلت ابويا وان مفروض انك انت كنت تكوني يعني رحيمة اكتر من كده وانا مش هرحمك وطبعا كانت لمية خايفة منها جدا بتوصل عليك وبتشوف الوضع ده وبتشوف لمية وهي متوترة كده وبتقول لي في عملتي ايه بالزبط فيها وبعد كده في مشيت وعليا بتقول لي لمية مالك في عملت فيك ايه قالت لها انت جدابة مخدعة انا كنت فاكراك صادقتي لكن للأسف طلعت مخدعة وثابتها ومشيت وطبعا عليها مش عارف ايه اللي بيحصل مش بتصورها يعني ان لمية تزعل منها لايه بعد كده بتروح فيه على المعات لكن بتلاقي المطعم محجوز طبعا وبتلاقي هناك عليها بستنية الجوات لكن هي اصلا فيها كانت جاء عشان خواتها عز منها فاستغربوا طبعا لمية بتيجي وبتقولني ان جوات عزمها هي كمان استغربوا التلاتة جوات بيجي بيقولهم اهلا بكم انتو التلاتة جامعتكم النهاردة عشان خاطر نكشف كل الحقيق والاسرار اللي لنهاردة هتكون طويلة شوية عشان كده حبيت اقول لكم تعودوا انتو التلاتة علشان نبدأ في الكلام هتعودوا درواتي حالا تقولوا لي ازاي بالزبط قتلتوا العم سعيد يعني لمية وعالية دي مهمتكو هتحكولي ازاي عملتك ده في الراجل والست في هتحكيلي وتقول لي لعبة الانتقام بتاعتها اتفضلوا انا سمعكم طبعا لمية فضلت تبكي وبتقول انا ما كنتش عايز ابدا ان انا اعمل كده علي قالت لها لمية في ايه احنا ما عملاش حاجة لكن لمية كانت بتبكي وقالت انا مكنتش قارف ان راجل حيموت مكنتش قارف ان قلبه ضعيف فعلا مكنتش قاصلة ده راجلت فيه وقالت اكيد طبعا بتصغير حياة الناس ما انت اصلا مش بتحسي ازاي هتحسي ان في واحد حسست اول درجة انه ممكن يموت بسبب خبر طبعا لمية كانت منهارة فضلت تبكي وفيه قالت انكو انتو ضيعتوا ابويا مني علي قالت لها ما تبقيش عاملة دور الضحية انت كمان استغلتي لموت ابوكي وروحتي جويستي باسل عشان قطر تنتقم مننا وعشان قطر تغلي فلوسنا واستفدت كتير جدا بورا الجوازة دي المواجهة كانت حدة بينهم هما اربعة جوازة كان قاعد وبيستنى ان هما الثلاثة يتكلموا وفعلا نتكلم واجهه بعض مواجهة حدة في حين ان باسل كان قلان جدا على فيه لان اتأخرت والعيلة بتاع الطلال قاعدين معا بيت عشو ومستنين ان فيه تيجي وناده ما تعرفش هي فين لأول مرة ما تعرفش لكن اللي كانوا عارفين رفيف وورد هما اللي كانوا عارفين الحكاية كلها بس اللي كان قلان وبيحالوا ان هما يهدوا يقولوا ان هي اكيدا عندها شو واجهة حدة جدا بمتحصل بيتم كشف كل حاجة قالت لم يا كل اللي حصل انها وارت له الصور وارت له تحليل الحمل بتاع ورد ما كانتش قصدها ابدا تقتله قارت لها ان في اليوم انتي جيتوا تطلبيني بابا كان متحمس جدا ورواء البيت وكان حابب انك تيجي وكان يعني علشان خاطر تحس انك في بيتك يعني وما تحسيش بالغربة كان مبسوط جدا حاجة زي كده قالت لها ابوك اتعرض لنوبة قلبية بسبب اخطايك انت واخواتك انتو اللي غلطتو وانتو اللي ارتكبتو الاخطاء انتو اللي فضايحكو كانت كبيرة احنا ماناش اي زنب عشان خاطر عرفنا عرفنا حياتكو مش اكتر من كده قالت له وانت لازم تقتل بالرصاص عشان تكوني قتلى قال كلمة على فكرة بتقتل وانت قتلتو بالكلام مش لازم تقتل بالرصاص قالت له انت بيتمثيلي على جواد جواد عارفك ايه اللي انت بتعمليه دلوقتي انت قام ومش انت قام وجواز من باسل قالت لا خلاص اللعبة انتهت وقادي جواد قدامي انتو قتلتو اتنين قتلتو حبي لجواد وقتلتو كمان ابويا انتو مش ممكن ابدا اصلا تكونوا بنا قدمين وانت يا لاميا مهما بكيتي برضو مش هترجع اللي مات قالت انا اسفا ما كنتش اصد ابدا فلت تبكي عياطت فعلا كتير وكانت حاسة ان هي غلطت لكن عالية كانت بترد بمنتهى يعني القوة وبعد كده الموضوع خلص وجواد عارف كل الحقائق وانتهى الموضوع وكل واحد ميشي وطبعا جواد حاب يقول كلمة فقال خلاص انا عرفت لعبدكو امي ما كنتش اتوقع عبد انك تعملي كده مراتي اللي كنت حاسس ان هي واحدة يعني كبيرة ومركزها كبير وقلبها كبير ورحيمة ما بقتش كده فيه انت كمان انت كمان يا فيه فيه في قلبي حاجة عايز قلها لك لكن للأسف مش هقدر ان انا اقولها خلاص لان اللي بننتها انتو التلاتة ارتكبتو سوق كبير جدا بحقي غلطوا بحقي كتير كتير جدا وسببتولي قلم وطبعا سبهم ومشي وقرر ان هو كمان يسيب البيت راع علشان خاطر ياخد شنطته من البيت بينما علي راحت للمية عشان تهديها ويتقولها ان هو غضبان دلوقتي واكيد حيرجع وحيكون كويس وحنتجاوز ده قارت لها انتي اللي عملت كده وانتي الفرقتي عن ابني قارت لها بس دي كانت خططك من الاول يا لمية قارت لها انتي اللي طلعت مخدعة في الاخر خلتيني اخسر ابني وسبتها ومشيت فيه طبعا كانت مبسوطة فعالي قارت لها يخسرتي صاحبتك وكمان حبيبك في نفس اليوم كواضرة على البيت ولم هدومه وعايز يمشي من البيت وبس القلقان جدا ان فيه لحد دلوقتي ما وصلتش وعالي اول ما شافت جواد بلم هدومه قارت له مش هتمشي وتسيبني ابدا فضلت تبكي عشان ما يمشيش ومع ذلك زقها برضو ومشي وانا ده راحت للي وارد قالت لانتي مش هبتجدبي انا عارفة وليلي اختك فين فطبعا اضطرت انها تصريحها وطولها ان هي راحت مع دكتور جواد في مطعم هي وعاليا ولم يا عشان يتكلموا فطبعا كانت مرعوبة ولم يا بتروع على البيت وبتلاقي بايا لما شنطتها ومشي فما بتردش اصلا عليها وبتمشي كانت منهارة وباسل قاعد في الشباك مستني وصول في وطبعا علي بتنهار لما جواد بيسيبها وبيمشي وباسل بيسأل علي اي اللي حصل وليس بك ومشي وطبعا الوضع متغطر جدا في القصر وفيه بتوصل وباسل بيكون عايز يتكلم معاها وبتقوله ان هي كانت في الشغل وعاليا بيغمى عليها وبيحاول ان هما يجيبوا لها الدكتور وبتاخد مهدئات وبتكون متضايقة علشان خاطر سابها جواد وفيه ديحكت على باسل وقالت له ان هي انبارح كانت موجودة في الشغل قال لها ايه اللي حصل لعاليا وليه جواد ساب البيت قالت له انها ما تعرفش حاجة باسل راح يتكلم مع دكتوره ويقوله ان جواد ساب البيت وان هو وعاليا متزعليم مع بعض ولما قال له طب ايه شعورك قاله ان هو طبعا كان فرحان لان يعني خلاص جواد نشي عاليا مكتائبة وقاعدة مش عارفة تعمل ايه وبتروح لها بعد كده فيها علشان خاطر تشمت فيها ونادى عرفت اللي حصل وان جواد يعني عرف كل الحاجة من في واجهها هي ولمية وعاليا في المطعم وبعد كده البنات خارجينا علشان يروحوا على مكان يعودوا يتكلموا فيه وهم ماشيين بيتكلموا ان جواد ساب البيت وان عاليا منهارة من ساعتها وارحاب كالعادة كانت وقفة قدام الباب وسمعت البنات هما بيتكلموا ويقولوا ان جواد ساب البيت وان عاليا متضايقة فالضايقة طبعا هي كمان وراحت علشان تتكلم مع الخادمة اللي حطاها جوا جاسوسة علشان تنقلها الأخبار نكتفي بهذا القادر ان شكل طولت عليكم جدا وبرده زي ما بقول ممكن اكون مزودة بعض التفاصيل وما تجيش اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واستنوا كل جديد باي باي